ازايكم عاملين ايه؟ يارب دايما تكونوا بخير وحشتوني جدا 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 بقى لي فترة غايبة عنكم بس ان شاء الله الفترة اللي جاية هنزل لكم فيديوهات سهلة وبسيطة في المأدير وسريعة في التحضير واقتصادية وللي اول مرة يشوفني انا رانيا الجهري لو عجبكم محتوى القناة اشتركوا فعلوا زر الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد على القناة ولايك وشيل الفيديو لو عجبكم نهاردة هعمل معاكم جاتو شاتو بمأدير صهلة جدا وبسيطة وسريعة في التحضير ومش هتاخد منك اي وقت هنعمل السوس والكريمة والكيك والطعم رهيب لازم تجربوه وهستنى رأيكم وتشجعكم ليا في التعليقات مأديرة عبارة عن كوب سكر كوب زيت كوب لبن ونص كوب كاكايا وخام غير محلة وثلاث بضاط وكوب ونص دقيق منخول مرتين ومعلقة كبيرة بكي ومعلقة صغيرة فانيليا بمقدار 5 جرام هسيب الديق والبيض والفانيليا والبيكنج بودر ورشة الملح على الديق لغاية محضر للسوس بتاعي الكاكاو ده خام أسباني بيديني نتيجة حلوة جدا وطعم زي بتاع المحلات برة محلات الحلويات وهحط الزيت وكمان هنزل بالسكر ولازم السكر يكون ويفضل يعني يكون أبيض وحبيباته نعمة هيديني نتيجة أسرع وأحلى ومش هيكتل معايا ولا هيعمل معايا حبيبات وهنزل باللبن هنزل بتلات ربع كوب لبن ويفضل اللبن يكون دافي علشان يسرع معايا أن السكر يدوب هخلط المكونات دي لمدة 5 دقائق لغاية ما يوصل معايا بالقوام ده شايفينه قوامه عامل الزيت ناعم ورحته جنان وكمان اللمع اللي فيه دي زي بتاعت برة وأحلى كمان هاخد منه قوباية علشان التفنش النهائي وبقية السوس هسيبه وهخلط معاه بقية المكونات اللي هي البيض والبيكنج بودر والفانيليا ورشة الملح وكوباية ونص دقيق شايفينه عامل ازاي لمعاته حلوة جدا وطعمه رهيب هبدأ انزل بالتلاث بدات والربع كوب لبن اللي كان فاضل من الكوباية والفانيليا واخلطهم كويس جدا لمدة 3 دقائق لغاية ما السوس والبيض واللبن يتجنسوا كويس جدا مع بع واتأكد ان هم اختلطوا كويس جدا هبدأ انزل بالدقيق كل ما الدقيق تنخليه كويس جدا هيديك نتيجة احسن ويخلي معاك الكيكة هشة وطعمها رهيب هبدأ انزل بالدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر هخلطها المود الدقيق بس لغاية ما حس ان المقونات كلها تجنسد مش اكتر من كده علشان الكيكة ما تنشفش منك ولا تعمل عرق وتوصل بالنتيجة دي هجيب الصينية بتاعتي سواء بايريكس او ألمانيوم هبطنها بالزيت والككاو عشان دي كيك شوكولاتة هبطنها بالككاو لكن لو فانيليا ممكن تشتغل عادي بالدقيق قبل ما اشتغل في الكيكة بكون بشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة متوسطة 180 مش هتاخد اكتر من 15 دقيقة هبدأ اسكن الكيكة بتاعتي لان الكيكة بتاعتي سمكها رفيع ومش هتعلق قوي هحطها في الفرن واول ما تطلع من الفرن نغطيها علشان عايزها ترية معي هحطها وارجع لكم بعد ما طلعت معي غطتها وارحت قلبتها وعايزة للفرغات اللي انتو شايفين هدي الفقعات الهوى دي ده نتيجا ان الكيكة بتاعتي هشة وطعمها حكاية هابتا اجهز الكريمة بتاعتي عبارة عن كوب كريمة خام ونص كوب سكر بودر ونص كوب لبا مسلج او مياه مسلجة وهي رشة فانيليا ومعلقة كاكاو اخلطهم لغاية ما يوصلوا بالكوام ده والنتيجة الحلوة للكريم شانتين لازم يكون ماسك زي بتاع المحلات شايفينه عامل ازاي ده الكريم شانتين ناجح علشان لما تحطيها على كيك ولازم تحطيها على كيك وهي بردة تماما يبقى ماسك نفسه وما يسهش وطبعا السوس انتو شايفينه بعد ما سكنت الكريمة هبدأ انزل بالسوس بتاعي السوس كل ما يتحطيه في التلاجة هيتقل معاك واللمع بتاعته هزيد عندك ضيوف ساوي الاطراف وقطعيها تقطيع اللي انت عايزاها وتقدميها ليهم بس يفضل انها تقعد في التلاجة ساعة ساعتين علشان تشرب من السوس والكريمة وتبقى بالنتيجة دي وتقطعي وتقدمي لديوفك لأولادك لعيلتك وبجاة تطعمها تحفة جربوه ونور رأيكم ايه في الكومنتات ومتنسوش اللايك والشيل الفيديو لو عجبكم شكرا